يعني تودت الوكالات تصريح للسيدة محترمة جمال الغلاي حول الشركة ورح أقرارك التصريح نصا حتى لا يصير بتأويل أنه مجلس المفوضين هذه هي مصباحة على الشركة البريطانية مجلس المفوضين وافق بالإجماع على اختيار شركة الـ PwC هي الـ PricewaterhouseCoopers اللي أنه البريطانية هذه بعدين أجي حتى على الاسم الفاحص لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل والجهاز الإرسال وزير فارات إعلان النتائج بعد عدة مراحل تم في ضوءها التأكد شوف لاحظ اليوم على الشركة التأكد من رصانتها واستفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة يعني هم تأكدوا المواصفات واستفائها للشروط من بين الشركات اللي ترشعها مكتب الأمم المتحدة اتفاجئنا فيما بعد أنه تم في مطلح هذا الشهر أنه الانتقال من الشركة البريطانية إلى الشركة الألمانية وهذا حقق أثار اهتمامي وعرضت حتى في يوم 17 نزل التغريط قلت علينا التأكد هل هو التعاقد مع الفرع العراقي من الشركة البريطانية وسؤالي كان مقصود وكنت محق أنا تابعتها التغريدة دكتور باسم نعم نعم ها هو كل مقصود المفاجئة أنه هذا الانتقال كان غير مفهوم لماذا انتقال؟ أثرت طلبة المفوضية أنه يجيخي جاوبونا لأنها وصلتني لمعلومات بدأت تصل المعلومات من أكثر من جهة عن هذه الأسباب أنها اتضح أنها شركة وهمية وإلى آخر أنه اجتماع بين رئيس الجمهورية وبين مثلات الأمم المتحدة تم كشفها ونقلها إلى المفوضية لكن هو السؤال يعني عادة هي عندما تلاحظ هو العطاء مغلق يعني الجهة المستفيدة يعني ما تعلم أنه حينما ترسل إلى شركة باقية ما تعلم نعم كيف وصل هذا العطاء إلى الشركة الوهمية كيف يعني خلينا نستغرب هذا السؤال أنا هاي أسئلتك رح أن أقولها للسيدة جمانة لكن يعني شباب ماذا للسيدة جمانة موجودة الآن وعشر شركات كيف وصل لها شركة وهمية بس أكو أستفهم أكو أستفهم هنا دكتور باسل أنت قلت أنت الآن أفهم دكتور أنت الآن تقول أنه الأمر قد تم كشفه من خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية مع جنين بلاس خارت ولولا بمعنى أستطيع القول لولا هذا اللقاء لكانت المفوضية لم تعرف حتى هذه اللحظة نعم لأنه حتى في صحيفة العالم الجديد قالت بهذه الشيء التسريبات وحتى إلى مقربين يعني قالوا إلى ذكرت صحيفة العالم الجديد في تقريرها طيب المسألة الثانية حتى من ذكروا الإسم الألمانية يعني الآن أكو خطأ يعني هل هو الخطأ يعني اسم الشركة البريطانية كاتبها خطأ زيان هل هذا الخطأ خطأ يعني إبلاقي أم أنه الشركة الوهمية هكذا هو عنوانها لأنها مو عنوانها بالإنجليزي هاوس حرف الأي والكوبر البي طاير والكورز الهدوء يعني العكس الكوبر يعني هل هذا جنس غير شكل من الشركة زيان طيب دكتور باسل نعم خليني أرحب بالسيدة جمانة القلاي الناطق باسم مفوضية انتخابات أهلا اشتركوا في القناة